بارح حكينا بشكل سريع 100% لكل الأبراج عن الفترة الأخيرة بشكل سريع اليوم رح نحكي بشكل مفصل عن الأيام الأخيرة أو الأسبوع الأخير من شهر آذار إذا حابين تعرفوا عن برشكم تقدروا تواصلوا معنا على صفحة عمان تيفي أوفيشل وأيضا روتانا ريديو جوردن رح أبدأ مع نضال ميسون نضال بدي يعرف عن السرطان نعم السرطان قبل السرطان بدي أعطي معلومة حلوة طالما أنت لابسة أصفر شيء على صفاري يعني هو إيش بتسميه هذا اللون هو بالضبط بالضبط زي لون التفاح الأخضر بالضبط بس هو عم بيبين أكتر للأصفر للأصفر صح وكثير من الناس بيعتقدوا أنه الأصفر هو لون المرض ولون السلبية والتراجع وبنلاقي كثير من الناس يبتعدوا عنه بس أنا بدي أصحح هاي المعلومة يعني أنا اليوم هيك نفسيتي تفتحت بس شفت اللون للأصفر هنجد الأصفر من الألوان الرائعة جدا خاصة لما بدك تقدم ورد لإنسان بتحبه بتعطيله اللون الأصفر ممكن يكون كدهان للبيت كامل أصفر لا ولكن ممكن يدخل كأكسسوار بالبيت يعطي نوع من التفاؤل نوع من الفرح والسرور للناس بدي أخص بهذا اللون برج الحوت وبرج الدلو وبرج الجوزاء هذول الأبراج إذا دخلوا أكسسوار في بيتهم في غرفة نومهم في غرفة الأعدة اللون الأصفر بشكل خفيف رح تتعدل نفسيتهم كثير لأنه هو أصلا ممتص هذا اللون يمتص الطاقة السلبية أنا بحب أنا بحسه هيك زي ما بتقولي أنا كثير بحب الأصفر والدهبي بيعطوني طاقة حلوة بشكل عام بس هو كثير من الناس بيعتقدوه لون المرض هو لا مش لون المرض هو لون يسحب السلبية من المكان فيعني وصيت أنه كمان بالورد كثير بحب أنا لما أودي ورد يكون فيه أصفر فيه أنا كمان أنا بحب بالورد الأصفر كثير كثير بيعطي هيك إيجابية للإنسان عشان هيك ما محوت هيها من الصبح قالت لي شو حلو الأصفر حب 100% معنا تصح كلامك حبيبتي ميزون طيب هلأ نضال طلب السرطان السرطان الفترة الثانية بدنا نقول تنتبه أكثر لعملك وتحافظ على أسرارك بشكل كثير أكبر ما تعتمد على الحلول الوسطية يعني تقول هلأ خلينا نمشي الأمور بهاي وبعدين نجي نحل بطريقة ثانية لا هذا غلط هاي الفترة يتطلب منك الوضوح الصراحة أخذ القرارات بشكل كامل حل المشاكل بشكل كامل لما نحكي أو نناقش بموضوع بدنا نحط كل النقاط بشكل كامل هاي الفترة إذا مشيت على مثل هاي الأمور ممكن توصل لهدف وممكن يستمر النجاح اللي هو معك من بداية السنة بإذن الله في عنا كمان ميسون عنود هون عم تسأل عن موليد برج القوس كيف رح تكون الأيام الأخيرة من شهر ثلاثة القوس الفترة الثانية تنتهي كل الضغوطات وتبدأ بمرحلة جديدة فيها معطيات جديدة وتعيش السعادة وتوصلك أخبار تفرحك قد تكون تخصك أو تخص أحد أفراد العائلة أو أحد المقربين تعيش الهدوء مع العائلة وتشعر بالأمان ونعتبرها فترة عاطفية لاتخاذ القرارات العاطفية خاصة لغير المرتبطين كثير من برج القوس ممكن يتوجهوا للتفكير بالارتباط بإذن الله تكون حياتكم سعيدة دائما عنا كمان طلب على موليد برج الميزان الميزان الفترة الثانية هي الأفضل مع أنه كانت الفترة الأولى أيضا ممتازة لبرج الميزان فقط وصينا بعض الأمور البسيطة هاي الفترة الثانية تزداد فيها المسؤوليات وتظهر أمور جديد من نوعها على برج الميزان عليك أنه تقدم جهود مضاعفة في العمل تشعر بالتعب ولكنك توصل لهدف إذن هاي الفترة هي واعدة بالنسبة للميزان عاطفيا الفترة الأولى كنت عم بتعيش المدود جزر عم تظهر عندك خوف شك لكن هلأ هاي الفترة هي الأفضل رح تتبدت كل هاي كل هالمسائل اللي ظهرت عندك ببداية الشهر وتعيش السعادة وأيضا هي فترة ممتازة جدا لحل المشاكل وحسم الأمور بالنسبة لبرج الميزان آخر برج شو حاب تحكي؟ نحكي عن العقرب العقرب الفترة الثانية عليك الانتباه للمعطيات الجديدة في دعم في تجاوز للعقبات توصل لهدف تنتهي كل المصاعب فترة جيدة جدا وأيضا فترة ممتازة جدا على الوضع العاطفي والا اتخاذ القرارات العاطفية شكرا ما يسوني أعطيك العافية وإن شاء الله نشوفك يوم الأحد صح الصح صح صح سرقا صح سيح ما ردنا اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر